سيد أحمد مصطفى أعتقد أن حضرتك استمعت لطرح الدكتور فواز من جهة وطرح سيد ديفيد من جهة أخرى هل هناك خط فاصل يا سيدي بين الدعم الغربي لأوكرانيا وبين دعم الناتو يعني نحن نرى أن دول الناتو حتى تدعم أوكرانيا ولكن بشكل يمكن أن نسميه منفرد ولا تدعمها في إطار الحلف ماذا علينا أن نقرأ في هذه المقاربة من جهة وماذا علينا أن نقرأ من السياسات البريطانية المتلاحقة تجاه الدعم لأوكرانيا من جهة أخرى والوتيرة أيضا هذه الوتيرة السريعة في تقديم الدعم السخي إذا صح التعبير بداية أنا أميل إلى ما ذكره هو الدكتور فواز جرجس من أن الدول الأوروبا ودول حلف الناتو عامة لا تقدم أي شيء الأوكرانيا إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة هذا صراع في الواقع بين الولايات المتحدة وروسيا وإن كان الولايات المتحدة باعتبارها زعيمة أو قائدة لحزب حلف شمال الأطلسية الناتو فيما يتعلق ببريطانيا أظن أن البريطانيين منذ البداية هم يزايدون حتى على الأمريكان من وقت بورج جونسون ولكن هذا لحد كبير لغوة حديث سياسي أكثر منه دعم يعني ما أعلنت عنه ألمانيا أول أمس ثلاثة مليار دولار بريطانيا لا تقدم في العام أكثر من 2.5 مليار دولار دعم لأوكرانيا ولكن كما ذكر الضيف من هنا من بريطانيا من مبليز البريطانيون وخاصة حكومة حزبها المحافظين تهرب للأمام يعني هناك مشاكل كثيرة تحاصرها ريش السونك فأول اختبار انتخابي له خسر الحزب خسارة في الانتخابات المحلية لم يسبق لها مثيل وبالتالي مسألة أوكرانيا مسألة سهلة أنه نقدم الدعم ويعني نعلي تصريحات مع التحدي السويتي لكن في النهاية أسرع لا يمكن حسمه عسكريا مهما كان الدعم الأوكرانيا الرهان كله هو على أن تتعب روسيا هل يمكن أن تغامر بريطانيا بأمنها القومي في مثل هذا التحدي مع الجانب الروسي؟ لماذا تشرك نفسها إلى هذا الحد وهي تعاني بالأساس في الداخل وتعاني حتى على مستوى قدراتها العسكرية وألا يضعف ذلك موقف الحكومة في الداخل البريطاني؟ يعني هل يمكن أن يتبدل موقف الشارع البريطاني حتى في مسألة الدعم لأوكرانيا؟ هذا استمرار لصلاف المجموعة المنوعة لأوروبا في حزب المحافظين يعني قبل يومين كان يتحدث جاكوب ريسموك وكان يرد على كل الانتقادات المتعلقة ببريكزيت وكيف أنه أضرب بريطانيا والوضع الاقتصادي السيء البريطانيون يعانون أكثر من أي مواطن في دولة أوروبية فكان رده أن البريكزيت مكننا من أن نقف في وجه روسيا من أن نكون أكثر الداعمين لأوكرانيا في الحقيقة ما أعلن عنه ريشيس هناك في لقاء بزيلينيسكي أهم شيء على الإطلاق هو أن بريطانيا ستدرب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطيارات الغربية يعني مسألة تقديم الصواريخ وغيره هي في نهاية في إطار الـ 2 مليار أو 2.5 مليار دولار التي تعد بها بريطانيا ترجمة نانسي قنقر